السلام عليكم. إذا سنحاول هذا الفيديو سوف نقوم بقصة ثمانية وثمانية 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 وثمانية. هنا يقولون أننا نحسب واختزر إذا كان ذلك ممكن. كما يمكن أن نقوم بقصة ثقافة. إذا سوف نقوم بقصة ثمانية وثمانية 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 وثمانية. حسنًا حسنًا هنا أول شيء نضيفها نحاول نحاول هذه الأقوة نقص 5 نقص 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 19 على ثلاثة حسنًا دائما نرى عدد نقص نقص الإجابة 1 حسنًا نقص 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 ثلاثة 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 نقص نقص ثلاثة 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 سوف تبديل 19 على ثلاثة جيدا تساوي إذن هنا ناقص 5 في ثلاثة هي 15 على ثلاثة زائد 19 على ثلاثة سوف نحتفظه بالمقام الذي هو ثلاثة ومن ثم نضيفه ناقص 15 زائد 19 تساوي ثلاثة سوف نضيفه ناقص 15 زائد 13 كل شيء كبير 15 أو 19 إذن إشارة 19 هي زائد قبل أن نكتبها وبالتالي سوف نضيفه سوف نضيفه 19 ناقص 15 وهي 4 ممكن أن نضيفه هنا إذن حسبنا العملية الأولى حسنا حسنا نضيفه العملية الثانية العملية الثانية ناقص 3 ناقص 3 ناقص 4 ومن ثم ناقص 4 في تتغفظه إذن تساوي أولا هنا إذا هذا العدد ما يستقبل المقام الموحد هذا المقام الموحد هذا العدد ما يحتفظه لجلسى أنه 1 في المقام الموحد هذا هو 11. إذا سنتجد هذا 1 par 11. إذا ضربت شيء عادد في المقام يجب أن نضغط نفسه في البسط. إذا نضغط 3 par 11. ناقص 4 par 11. سنفعل أنه هنا ناقص و هنا ناقص يساوي. إذا هنا ناقص 33 par 11. ناقص 4 par 11. إذا سنحاول أن نجمعهم في كصر واحد هي ناقص 33 ناقص هذه وهذه سنقوم بها ناقص 4 حسنا هنا ناقص 33 هذا ناقص و هذا ناقص سنقوم بحيث هذه الأقوة سنقوم بحيث أننا زائد ربعة زائد ربعة ألاحظ إذا سنقوم بها في الأخير هنا ناقص 33 زائد ربعة مع عددين مختلفة للإشارة سنرى فراء الكبيرة هنا 33 33 هي الكبيرة الإشارة وهذه هي ناقص سنقوم بحيث و نقوم بحيث 33 ناقص 4 وهذه 29 30 33 ناقص 4 هي 29 29 29 29 11 و ممكن أن نختاز له لا هنا نهاية الحل تمري عملية ثانية ثالثة ستقوم بحيث ناقص 0 0.7 ناقص 0.7 ناقص 0.7 زائد عفوا ناقص 10 على 7 مازي إذا ناقص كاذا نحييط الفاصلة هنا بكل عدد هذا كيف يمكن كل عدد 10 يمكن أن نضغط على شكل عدد كسري صاف كل عدد 10 يمكن أن نضغط على شكل عدد كسري إذا ما سنقوم بحيث هذا ناقص سنحفظ و أنها فاصلة 7 هو 7 وكل ما سنقوم بحيث نقوم بحيث أناقص على 10 صاف نضع هذا العدد ونقسمه على عشرة مثلا لو كانت عندي صفر فصيلة الصفر الصفر مثلا عنكم إذا أريد أن نحول هذا العدد عشاري مثلا لو كانت عندي صفر فصيلة الصفر صفر سبعة سنقسم سبعة على مئة مثلا 1.25 إذا أريد أن نحول هذا العدد كسري سنقسم مئة وخمسة وعشرين سنقسم مئة وخمسة وعشرين حسنا؟ يعني بحيلاً كنت أردت هذا العدد نضعه في الكاثر و نقسم على شحل الأعداد لأنه ينفر الفاصل إذاً هذا ناقص 7 على 10 ناقص 10 على 7 هنا لدينا مختلفين مقام إذاً نوحد لهم المقام لنكون المقام موحد سنضع 10 على 70 إذاً سنضرب هنا 10 على 7 مدام مدام ضربت هنا في 7 50 ضربت هذه في 7 هي ناقص 7 على 7 ناقص هنا لن أقول لي 70 50 ضرب هنا في 10 و بالتعديد هذا العشرة نضربها في 10 و سنضعه هنا ناقص 40 إلى 70 ناقص 100 إلى 70 تساوي سنحتفظ هنا بالمقام و سنضع ناقص 40 ناقص 100 إذاً لجمع عددين لهم نفس الإشارة نضع الإشارة لهم بجوج و سنضع 49 زائد 100 هي 100 و 49 إلى 70 صافي؟ هذا ليس قابل الاختزال لا لأنه ليس قابل القسم هنا لا على جوج لا على 7 ناقص 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إلى 3 والثاني سنحول هو عدد كثري حسنا؟ كيف ستكتب؟ سوف تفص إلى جوج على سهر على 3 سوف يكون جوج على 10 حسنا؟ جوج على 10 ناقص 4 على 3 نضع الوحيد المقام المقام موحد لا يكون ثلاثين حسنا؟ هل سنضع هنا 10 ثلاثة هنا جوج 3 إذا ضربت هنا في عدد يجب أن نضرب المقام في نفس العدد البسط في نفس العدد هنا سنضرب 3 سنضربها في 10 وهنا 4 سنحسب هذه جوج 3 6 إلى 30 ناقص 40 إلى 30 سنضرب في مقام 1 هو 30 سنضرب 6 ناقص 40 لماذا؟ لن تكون هنا الكبير 40 سنضرب ونضرب 40 ناقص 6 34 إلى 30 هل هذا قابل القسمة أو قابل الاختزال؟ نعم هذا قابل الاختزال لماذا؟ لأنه 30 قابل القسمة على جوج كما نعرفه الأعداد القابل القسمة على جوج وما يكون لديهم في الواحدات 0 جوج 4 6 8 هذا قابل القسمة على جوج هذا قابل القسمة على جوج سنضرب حسنا 30 إلى قسمة 30 إلى قسمة سنضرب 15 هذا الناقص ستبقى 30 إلى قسمة على جوج سنضرب 17 وشهد قابل الاختزال إذن سنضرب 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 أولا سنضرب 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 5.7 من بعد سنضرب أولا منذ سنضرب 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 نضرب سنضرب 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 السبعة هذه 57 في 7 صافي؟ إذا إذا حسبتها 10 رجال 70 و هنا سنأتينا ناقص 50 زائد هذه خلاله 70 سنحسبها 7 في 7 9 و 40 7 في 35 و هذه 4 هي 39 صافي؟ و هذا سنجمعهم في كسر واحد وهو 70 في مقام واحد سنأتينا ناقص 50 زائد 399 تساوي الكبير هي 399 نقصنا منها 50 سنعطينا 399 40 على 70 صافي؟ سنرى ما هي العدد قابل اختزال مثلا على جوجل هذا قابل قسم على جوجل ولكن لا يمكن أن نختازه لأنه لا تقسم على جوجل على ثلاثة لذلك نجمع الأرقام لأنه مضاعفة 3 هذا غير قابل قسم على خمسة على سبعة نرى لذلك نقص على 34 لذلك نقص على سبعة نرى سنعطينا 6 سبعة نرى لا هذا غير قابل و نحبسه هنا ثم نقص على سبعة نرى سنعطينا سبعة نرى 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 سنعطينا سنعطينا 35 إلى 10 حسنا لماذا تفهم هذا المقام 10 مضاعفة نرى سبعة نرى ماذا سنعطينا خمسة لكما نعطينا سنعطينا ٦ 5 ناقص 35 على 10 إذا سنأتي 35 على 10 ناقص 35 على 10 سنأتي في أطلاق صالحة 1 سنأتي 35 ناقص 35 وهي صافر على 10 وصافر على 10 هي صافر صافر عندما تكون صافر في المقام س lithium's will disease اوكi حسنا من بعد لدينا العود الثاني ناقص سبعة على أربعة ناقص سبعة على أربعة ناقص 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 جوج خاصلة خمسة تساوي ناقص سبعة على أربعة ناقص 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 فصيلة خمسة تساوي ناقص سبعة على أربعة كيف يمكن أن نكتبها يمكن أن نكتبها 25 إلى 10 رقم 1 جيد هنا كيف يمكن أن نقول كيف يمكن أن نكتبها أحدها مقام مختلفة ولكنني لا أشعر منه إذا ضربنا هنا أربعة في خمسة هي عشرين يعني أقص المضاعفة ناقص سبعة في خمسة أربعة في خمسة أربعة في خمسة أربعة في خمسة لن نضع عدد أكبر هناك خمسة في خمسة ناقص ناقص سبعة في خمسة هي خمسة وثلاثين و هناك خمسة هي عشرين زائد خمسة على عشرين ناقص 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 خمسة وثلاثين زائد خمسة تساوي شكورن الكبير خمسة إذا هذا العدد لا يوجد و سنقوم بخمسة وثلاثين ناقص خمسة هي خمسة على عشرين و ناقص 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 خمسة ناقص ناقص و ناقص ناقص هناك سوف ناقص 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 خمسة خمسة و لا نضرب ثلاثة ثلاثة فلن أضرب خمسة بخمسة بخمسة و ثلاثة فلنضرب أربعة ناقص و سوف و سوف ناقص أخر عملية ينتظر ناقص من آخر عملية ناقص 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 3 على 5 ناقص واحد فاصيلة جوج تساوي هي ناقص ثلاثة على خمسة هذا واحد فاصيلة جوج ردو على شكل عدد ردو على شكل عدد كسري اذا قد جينا اتناش على خمسة افوا اتناش على عشرة اتناش على عشرة كاللاحظة بعمل ناقص من المضاعفات الخمسة اذا فاشل prescribed 5 باشطنين على عشرة اضع لموضع بعمل جوج اذا هنا في جوج وهذا ناقص ثلاثة في جوج ناقص ثلاثة على عشرة تساوي اذا سوف أعطينا ناقص ثلاثة على عشرة ناقص ثلاثة على عشرة ناقص ثلاثة أنا نشبه في مقام واحد نعينا ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة وهي ناقص 18 على 10 وسنختاز لداب هنا كتلاحظ بأن هذا ممكن هذا بجوج خابرين القسمة على جوج وسنبقى هنا هي 18 مقسمة على وجهية 9 وهنا 5 ونهاية حل لا مازال مازال سمحوا لي مازال جوج واحدان سمحوا لي مازال سمحوا لي لدينا عود ثاني ثلاثة فاصيلة ثمانية ناقص ناقص خمسة على جوج تساوي إذا كتساوي هي ثلاثة فاصيلة ثمانية ناقص ناقص إذا سأعطينا زائد خمسة على جوج هذه ثلاثة فاصيلة ثمانية كيف ممكن أن تتبعها؟ هي ثمانية وثلاثة على عشرة زائد خمسة على جوج هنا عشرة من المضاعفات الجوج إذا مقام موحد سيكون هو عشرة فلنضرب جوج بسطين عشرة سنضرب جوج في خمسة وإذا ضربنا المقام في خمسة سنضرب حتى البسط في خمسة سنضرب جوجة ثمانية وثلاثة على عشرة 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 كما عندنا نختاز له. هنا صفحيح. وبقتلنا واحدة. ما هي ناقص أربعة فاصلة سبعة. ناقص ثلاثة فاصلة جوج على سفر فاصلة واحدة. ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة فاصلة جوج على سفر فاصلة واحدة. حسنا. يجري أن تحقوق الثلاثة. ناقص الثلاثة. نحاول أن نحيدما هذه الفاصلة من المقامات. ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة في 10. وعندما نضرب في المقامة 10 إذا نضربتها في البسط في 10. يوجد نفس الشيء نفس الشيء. نشف. ستقول لك من هنا. ستقول لك أن يكون هنا. what? 10.7 is 47 0.7 is 7.7 90 is 9.7 1 0.9 device 4 4 5 2 47 3 2 42 OK تساوي 47 دائماً على تسعود ناقص هنا تسعود تسعود في جهوة 18 كنت أكتبه 8 ونحتفظه بالواحد تسعود في ثلاثة 27 وهذه 28 تساوي سنجمعهم في مقام واحد وهو تسعود حسنا سنضع 47 ناقص 288 هنا ناقص 288 ناقص 47 سنعطينا 214 سنعطينا 284 سنعطينا 288 تسعود سنرى ما هذا العدد لا تسعود هذا الواحد 4 زائد 1 خمسة هذا غير قابل الاختزال ونهاية حل التمرين تسعود